تحية طيبة Center Excited Cells vs Age Excited Cells الخلايا المتمركزة فيها الأبراج مقارنة بالخلايا الأبراج فيها تكون على الأطراف خليني نشوف شنو هذي وشنو هذي وهذا الفيديو القصير Positions of Transmitters and Cells Base Station Transmitters are placed either in the center of the cell or at the edges of the cell Positions Base Station Transmitters are placed either in the center of the cell إما توضع في المركز في مركز الخلية وفي هذه الحالة خليني نشوف البان where's the pan are placed either in the center of the cell إما في مركز الخلية or on the three of the six cell vertices يعني at the edges of the cell if it's placed in the center of the cell it's called center excited cell or if it's placed in the age of the cell it's called age excited cells إذا وضعناها في المركز تسمى مركزية وإذا وضعناها في الأطراف تسمى طرفية المثال الأول اللي هو center excited cell هذا مثال center excited هذه خلية وهذا المركز مالتها ووضعنا في المركز antenna والأنتنا عادة يكون يرسل دائر مدائرة بحلقات متساوية يسمون هذا النوع يسمون omnidirectional antennas يعني ترسل في جميع الاتجاهات يعني زاوية الإرسال هي 360 درجة مدى الإرسال يكون نصف القطر مدى الإرسال يكون يكون مدى الإرسال هو نصف القطر المدى نصف القطر الزاوية في كل الاتجاهات هذه تسمى خلية مركزية center excited cell كم برج نحتاج برج واحد في المركز صار معلوم أوكي أقلب الخلية اللي يسموها age excited وأحيانا تسمى corner excited cell هذه تحتاج ثلاثة antennas كل واحد يوضع على زاوية على طرف كل واحد من التغطية 120 درجة صار موجه يعني directional صار sector يعني مقطعي يعني هنا ما عنده تغطية وإنما فقط موجه وبزاوية يسموه sector and directional المدى اللي يوصل إلى تشوف انتبه من هاي الزاوية إلى الأخير فالمتا المدى اللي يوصل له هو 2R فاختلف عندك زاوية التغطية اختلف عندك المدى شغل 10 زاوية التغطية والمدى وعدد وعدد الأبراج في هذه الحالة صار الثلاث أبراج بدل واحد وهناك كان برج واحد في هذه الحالة صار زاوية للتغطية في الحالة الأولى كانت التغطية ما بها زاوية تغطية كل الاتجاهات في هذه الحالة اللي هي age excited صار عندنا مدى اختلف صار عندنا المدى ضعف يوصل لازم يعني شنو يعني ليش صعبت على نفسي لأنه بهذه الحالة signal to interference ratio اللي هي نسبة الإشارة على التشويش signal to interference ratio هاي النسبة راح تنخفض عندي وآني أمن تنخفض نسبة الإشارة للتشويش العفو آسف راح تنخفض التشويش عندي إذن النسبة تزيد وآني من تزيد يعني إشارتي تشويش قليل صار تمام هذا اللي شي اللي اريده أنه signal to interference ratio تزيد يعني التشويش يقل عندي يعني التداخل الانترفيرنس يقل عندي وتكون الشبكة ماتي مشاكلها قليلة وعدد مستخدميها كثيرين فهذا الفرق بين الـ أتمنى يكون واضح والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر